يمكن ده بيخليني وانا عارف انه اكيد ناس زي الاخوان ولا غيرهم هنبدأ نشوف حفلات قلة الادب وهنشوف حفلات الشماتة وهنشوف الكذب في اختلاق تخريجات فقهية من السيرة على مسألة شتيمة الناس بعد وفاتهم او الدعا عليهم وما الى ذلك كل اللي انا عايزه بس حقيقي مش هزار ولا تعبروا الناس دي ببصلة ولا تشاركهم حتى في الرد عليهم يعني انا عارف انه هناك الملايين اللي يحبوا ياسر رزق ويحترموا ويقدروه ويعلموا حجم وطنيته ومهنيته ووعيه لكن ما تردش حتى على الناس دي ولا على فيسبوك ولا على تويتر ولا حاجة سبهم يعودوا يغلوا في انفسهم لانه في النهاية اسم ياسر رزق واكتباته ووطنيته ومواقفه هتظل خالدة عشان بس يبقى منتفقين هي هتظل خالدة احب ذلك الاخوان او كرهوه ارهابيين متطرفين شوية رعاع اسافة للقوم سوف يظل اسم ياسر رزق خالد يتشرف بيه ولاده ويتشرف بيه اخواته ويتشرف بيه كل الزملاء الله يرحمه الله يرحمه